تفاصيل مهمة إنقاذ الطفل ريان يصل مراحله النهائية بالوصول إلى المتر رقم 31 عمليات الحفر بتتواصل على قدم وساق بدون توقف من صباح يوم الأربع لإنقاذ الطفل المغربي ريان اللي سقط في بئر بجماعة تمروت في إقليم شفشاون الطفل البالغ عمره خمس سنوات سقط يوم الثلاث في سقب ماء يضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العيلة وقال المصدر إن الجهود تمكنت من تجاوز عمق 28 متر في أشغال الحفر العمودي وأضاف إن الاستعدادات جارية للشروع في الحفر الأفقي مباشرة بعد بلوغ عمق 32 متر وأضاف إن أشغال الحفر كانت بتتوقف من حل آخر علشان يغضل قياسات اللازمة لكون عملية الإنقاذ وصلت لمرحلة معقدة وللقيام أيضا بالتدخلات الضرورية لتفادي إنهيار التربة سالس يوم لإنقاذ الطفل ريان العملية تدخل أخطر مرحلة دخلت عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان إلا أصبحت تشغل الملايين دخل المغرب وخارجه في يومها الثالث وبدأ إنها في مرحلتها النهائية القصة بدأت لما سقط الطفل ريان في بير عميق بيبلغ عمقه 32 متر في قرية أغران في إقليم شيف شون شمال المغرب وقالت وسائل إعلام مغربية إن الطفل ريان سقط في البئر في غفلة من والديه صباح يوم الأربع ومنذ ذلك الوقت والمحاولات بتتكرر لإنقاذ الطفل اللي بيبلغ من العمر خمس سنوات فقط ولا يزال على قيد الحياة الطفل المغربي ريان اللي فطر قلوب العالم ومن ضمنهم الجزائريين المئات بيتعاطفوا معاه عبر المئات من الجزائريين عن تضمنهم وتعاطفهم مع الطفل المغربي ريان اللي لسه لحد دلوقتي عالق داخل بئر عميق من صباح يوم الأربع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر تابعوا الحدثة باهتمام كبير ورفعوا أيادهم بالدعاء للطفل البالغ من العمر خمس سنوات الجزائريون تذكروا حدثة الشاب الجزائري الراحل عياش محجوبي اللي قاضى تسع أيام داخل مسورة حديدية في بير في منطقة أم الشمل ببلدية الحوامد جنوب المسيلة سنة 2018 واستمرت أعمال الحفر لمدة تفوق المتين ساعة لكنها بائت بالفشل وتوفى عياش داخل الحفرة عشرت من الصفحات الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشر التغريدات بتدعو فيها للطفل ريان وأبناء قريته من المغربة بالفرج القريب في صفحة اسمها ناس جيجل صفحة جزائرية تبعت لحظة بلحظة حادثة الطفل ريان وعلقت على الموضوع وآلت قضية مشابهة لقضية عياش رحمه الله لكن هذه المرة بمنطقة شيف شاون بالمغرب الشقيق الطفل ريان اللي عمره خمس سنين بس سقط في بئر قطرها 30 سنتيمتر وعمقها 60 متر منذ أزيد من 24 ساعة الحماية المدنية بتزود الطفل ريان بالأكسوجين والماء بعدما تأكدت من أن الطفل على قيد الحياة وتأكدت من أن الطفل عالق بالبئر وطلبت الناس أنهم يكتروا من الدعاء وكتبت صفحة ناس سطيف العالي المغرب عمليات الحفرة مستمرة وتتواصل لساعات أخرى وطفل ريان لا زال يتنفس دعواتكم ونشرت صفحة الجامعة بإذن الله الطفل ريان صاحب الخمس سنين من المغرب الشقيق سيخرج هذه الليلة حي يرزق دعواتكم له بالسلامة والعافية ونشر المدرب الجزائري مراد بالماحي على صفحته الخاصة وأل فيها اللهم كما أخرجت سيدنا يونس من بطن الحوت أخرج ريان من الجب وارجعه إلى والديه سالما غالما قلوبنا مع الطفل المغربي ريان وكتب المواطن الجزائري بومديا الخليف الطفل ريان البطل صاحب الخمس سنوات لا يزال على قيد الحياة حتى الآن قاموا بمعينة البئر مرة تانية عن طريق هاتف واكتشفوا أنه لا يزال حي يرزق وجالس بقوع البئر ينتظر محاولة الإنقاذ أصمت قليلا يا ريان كل الشعب الجزائري يدعو لك وكتب ياسين كمال على صفحته قلوبنا مع الطفل المغربي ريان بعد سقوطه في بئر عميقة اللهم خرجه سالما مثلما أخرجت سيدنا يونس من بطن الحوت فأنت القادر على كل شيء والإعلامي الجزائري عبد الرحيم بونامير قال يا الله قلبي مع الطفل ريان من المغرب شعرت وكأنه ابني وعادت بيئة ذاكرة لحادثة عياشي رحمة الله عليه أتمنى أن يتم إنقاذ الطفل صبرا حبيبي قاوم ستعود لتنير وتزهر بإذن الله ووصف الباحث الجزائري ناصر جابي المتخصص في علم الاجتماع السياسي هذه الظاهرة من التعاطف بين الشعبين بالطبيعية جدا وقال جابي العلاقات مع الشعبين تبقى قوية جدا وبتظهر المشاعر الحقيقية في مثل هذه الأحداث والأزمات الطبيعية كالزلازل والفيضانات اللي بتضرب هذا البلد أوزا وقال جابي أن هناك تقارب عاطفي بين الشعبين بحكم التاريخ واللغة والثقافة وقال إن العواطف تبقى أقوى من جميع المواضيع السياسية رغم أهميتها والشعوب تنظر إلى المستقبل لأنها ترى بأنه سيأتي وقت تلتقى الأنظمة وتتجاوز الصراع السياسي لا محالة وبتواصل السلطات المغربية جهودها لإنقاذ الطفل ريان اللي سقط في بئر بقرية أجران في إقليم شيف شاون شمال المغرب في غفلة من والديه ولم يعصروا على مكان وجوده إلا أمس وظل الطفل دون طعام أو شراب وواجه خطر الإختناق بسبب مقص الأكسجين في بير عمقه 62 متر الفيديوهات أظهرت وجود عشرات العاملين في فرق الإنقاذ عند البئر اللي واقع فيها ريان واستعالت السلطات المغربية بأدوات متطورة لمحاولة انتشال الطفل مثل كاميرا جرى إدخالها في البئر وتظهر ما ترصده على شاشة قريبة في المكان وفشلت محاولات سابقة قام بها متطوعون لانتشال الطفل من البئر بسبب ضيقه بتكمن صعوبة عملية الإنقاذ في ضيق البئر زي ما ظهرت الفيديوهات بالكاد نزل فيها أحد عناصر الدفاع المدني واعتمد على حبل مجدودة ولم تتوقف عمليات الإنقاذ على داخل البئر جلبت السلطات جرفة كبيرة بدأت بالحفر في المحيط للوصول إلى الطفل وإنقاذه عن طريق البحث الأفقي لا العمودي وتصدر هاشتاغ انقوز ريان موقع التواصل الاجتماعي تويتر لدعم الطفل المغربي ريان وقام والد الطفل والأهالي بإبلاغ السلطات لإنقاذه بسبب صغر فتحة البئر وواجه رجال الإنقاذ صعوبة كبيرة في إخراجه حيث اضطر رجال الوقاية المدنية لتزويد الطفل بالأكسوجين خوفا من خطر الوفاء بعد إدخال كاميرا دقيقة داخل البئر العميقة ويقف والد ريان في الخارج محاولا تشجيعه وطمئنته بأنه إلى جانبه ولاشدت والدة الطفل ريان السلطات المغربية بسرعة انتشار ابنها من البئر العميقة اللي ساقط فيها قبل أربعين ساعة وقالت طلعوا لوالدي السلام عليكم حادثة العياشي تتكرر في المغرب سقوط طفل صغير في بئر يتصدر شبكات التواصل الاجتماعي اتصدر خبر سقوط الطفل المغربي في بئر عميق عمقه 62 متر شبكات التواصل الاجتماعي وتعالت الأصوات اللي بتطالب بإنقاذه قبل فوات الأوان وأفادت بعض التقارير الإخبارية أن الطفل الريان اللي عمره خمس سنين بس سقط في البئر يوم الأربعاء 2 فبراير وسط غفلة والديه السلطات المحلية وسعت عمليات البحث واستعالت بأدوات ضخمة وحديثة علشان تحاول تنقذ الطفل ريان وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب نداء استغاثة علشان يسرعوا في إنقاذ ريان اللي لا يزال على قيد الحياة عالق على عمق 35 متر وبعض الناس الحادثة دي ذكرتهم بحادثة الشاب الجزائري العياشي محجوبي اللي سقط في بئر أرتوازي شهر ديسمبر سنة 2018 واللي بقى عالق لمدة 9 أيام قبل أن يلقى حدفه في ظل المساعي لإنقاذه السلطات حاليا بتعمل على الحفر في البئر بشكل أفقي في خطوة ومحاولة جديدة لتخلص الطفل وأشارت التقارير إلى تطوع عدد من شباب المنطقة باللزول إلى البئر لإنقاذه ولكن لهم لم يتمكنوا من الوصول إليه بسبب ضيق البئر ووجدوا إنحناء في عمقه وقررت السلطات المحلية استئناف عملية الحفر بشكل أفقي في خطوة ومحاولة جديدة علشان تخلص الطفل بعد مرور 30 ساعة من محاولة الوصول ليه دون فائدة وأوضحت عناصر الوقاية المدنية إنها بتعمل على مد الطفل بالأكسوجين ووضعت كاميرات علشان تطمل على حالته البئر اللي سقط فيه ريان ملك الوالده وكان مغطى بصفيحة معدنية الطفل ما خدش باله منها وما شفوا إيها فاستقر في الداخل اشتركوا في القناة